الى حضرموت حيث عقد المكتب التنفيذي بساحل المحافظة اجتماعا استثنائيا برئاسة محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الرقن فرج سلمين البحسني لمناقشة جملة من المواضيع المهمة في ظل الاوضاع وتطورات الاخيرة التي تشهدها بعض مدن المحافظة والمحافظات المجاورة ووضع محافظ حضرموت اعضاء المكتب التنفيذي امام مستجدات الاوضاع الحالية والموقف العسكرية العامة خصوصا جبهات شبوى ومأرب والمساعي الحوثية الايرانية للتوسع في شبهتها الى جانب دور ميليشيات الحوثي في التسبب من هيار العمر المحلية واقد المحافظة البحسنية همية ان يكون الجميع على قدر كافي من المسئولية للدفاع عن حضرموت داعيا كافة القوى والمكونات السياسية الى توحيد الكلمة والاستفاف للتصدي للمشاريع العدائية وافشال مخططاتها وحث المحافظة البحسنية اعضاء المكتب التنفيذي وكافة المسئولين في المحافظة الى رفع وعي المواطنين بخطورة الوضع الراهن واهمية تكاثف الجهود البجتمعية للدفاع عن حضرموت